في موضوع آخر تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة النظور بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف خمسة أشخاص بكل من سلوان والعروي وابن الشيقر دواحي تاوريرت وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر محمد بلاوي ورشيد الاعتابي هي العملية وثارثة خل شهر واحدة تمت بتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية بالنظورة وما كانت من القبض على أشخاص يشتبى في كونهم أعضاء داخل شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة الغير الشرعية والاتجار في البشر هي جهود أمنية ترميل محاربة كل أشكال الجريمة العبرة للحدود بالنسبة لهذه الشبكة متكوينة من ثمانية أفراد بالنسبة لهذه العملية هي تندرج في سياق الجهود وسيسلة من العمليات التي سبق إجهادها من طرف المصالح الأمنية وكلها التي كانت تصب في هذا المجال الهجرة الغير المشروعة وما يعرف استلاحا بجريمة العبر الوطنية إجراءة والتفتيش المجزة في إطار هذه الشبكة التي يشتبه في كونها أنها إجرامية والتي جرى تفكيكها بالنظور مكنت من حجز مجموعة من وسائل النقل والمعدات التي تدخل في تنظيم عملية الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر كذلك أليات ومعدات ورشة سرية بصناعة هذه القوارب المتطية إضافة إلى بالغمالي وكذلك أسلحة بيضاء البحث سعر في قضية التكوين والاندمام إلى عسابة إجرامية منظمة وتنظيم خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة غير قانونية واعتيادية وذلك تحت إشراف سيد الوكيل العامل الملك لدى محكمة الاستناف بالنظور هذا وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحرصة النظرية على خلفية البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك بغرد الكشف عن التقطعات المحتملة بين الشبكتين التي تم تفكيكها في كل من النظور وسلا وتحديد ارتباطاتهم المفترضة سواء دخل المغرب أو خارجه علاوة على توقيف كل الضارعين في هذه العمليات ترجمة نانسي قنقر